الفترة اللي فاتت كلها الإجراءات الاحترازية اللي الدولة أخدتها لمواجهة فيلوس كورونا الالتزام كمان في المنزل خلت المعاملات الإلكترونية هي رقم واحد والأهم كمان لتسيير أمور المواطنين بشكل آمن بشكل سريع ومن القطاعات المهمة جدا في حياة المواطن هو قطاع التموين اللي كان ليه دور ونشاط كبير جدا في المشروعات ذات الطابع الإلكتروني والرقمي وده في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي معانا ضفنا دلوقتي دكتور عمر مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات علشان يكلمنا أكتر عن مشروعات التحول الرقمي وإجراءات الحصول على كمان الخدمات التموينية والسلعية أنا برحب بك دكتور صباح الخير إفاند صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين الإجراءات اللي تم اتخذها في وزارة التموين من خلال طبعا التحول الرقمي لأنه خلاص العالم كل ومصر كلها بجهتها المختلفة أصبحت تتحول إلى الرقمنا علشان خطر تيسر الكثير من الأمور على المواطن المصري هو في البداية أحب أوضح أن وزارة التموين كانت صباقة حتى قبل جائحة كورونا بتوطين تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في جميع مناحي العمل التي تخدم المواطن وخاصة إحنا بدأنا في تقريبا الواحد وواحد 2018 بما كانت منظومة التموين والتنقية أو اللي هي قد نسميها إدارة البطاقات وبدأنا ندخل خدمات إلكترونية وأطلقنا موقع إدارة دعم مصر وإن شاء الله إحنا كنا وقفنا خدمات إصدار البطاقات فقط أما خدمات الصرف والحركة بتاعة الخبز والسلع التموينية لم تتوقف أبدا بالعكس كانت حتى فترة الحظ كان استثناء دولة معالي الوزراء دولة رئيس الوزراء لهذا القطاع بالكامل بيصرف نرجع للقطة الحالة القساراتية وهو التحول الرقمي أقرب حاجة حيشعر بيها المواطنة هي وجود بالبوابة أو إضافة بعض الخدمات على بوابة إدارة دعم مصر تتمثل في جميع عودة جميع الخدمات التموينية أو خدمات إدارة البطاقات اللي كانت توقفة أول ما ظهرت تجاحة كورونا وقفنا التعامل مع كتب التموين وخلينا التعامل فقط من خلال البورتل من خلال فقط بدل فائده تلف بقية الخدمات ستعود تدريجياً اعتباراً من أول سبعة تؤمن على البورتل زي تفعيل البطاقة زي استقراج بطاقة جديدة نقل من محافظة لمحافظة فصل اجتماعي جميع الخدمات ستتم من خلال البورتل ده بالإضافة إلى حزمة كبيرة من الإجراءات اللي بتاخدها الوزارة حالياً زي مشروع ما كانت مصلحة الدمغة والموازين والدمغة بالليزر زي مشروع المطاحن والصوامع الغلال والتعامل مع القمح بالكامل من سميه سبلايتشين بتاع القمح او تتبع حركة القمح منذ دخولها مصر سواء قمح مستورة او قمح محلي حتى النهاية الحركة للريف القبز يسلم للمواطن كذلك احنا حالياً بنشتغل بخطة اوسع شوية في اتجاه ميكانة الشريك القبضة للصناعات الغذائية بحيث برضو هيبقى عندها سلاسل الانداد بتاعتها مميكانة منذ الاستراد او الاستلام من المصانع التعبئة والتغليف حتى الوصول للمواطن وده هيعمل نوع من انواع الحوكمة على سلع الاستراتيجية او الرئيسية سواء قاتل غذائية او رغيف الخبز ده بالاضافة الى ميكانة جميع عمال اللي بتتم داخل قطاع دوان عام الوزارة والجهات التابعة لها بحيث بيكون كل الكلام ده مميكان ومعمول له حوكمة كاملة بدون تدخل بشري تم دخول وزارة التموين ضمن مصر الرقمية وتطوير جميع مكاتب التموين حالياً بخطة طموحة ان النهاردة مكاتب التموين المطورة اصبحت مربوطة ومراقبة من خلال الاتصالات بتاعتها ومن خلال قطوط فايبر دمن مشروع مصر الرقمية يعني تقريباً جميع ما يتم داخل نطاق وزارة التموين اصبح مميكان حالياً طيب بالنسبة للتعاملات العادية بمكاتب التموين اللي ممكن حتى يعني المواطن يقوم بيها الكترونياً وكمان بالنسبة لي ما يكنت الخدمات بطاقات التموين ايه اللي حصدنا منها خلال الفترة اللي فاتت كلها؟ زي ما وضحت لحضرتك ان بدل فائد وتالف هي الخدمة التي لم تتوقف سواء كانت في المكتب او في على الموقع الحكومي ادارة دعم مصر السادة المواطنين اللي تم تسجيل ارقام موبايلاتهم بنجاحه اللي يزيد عددتهم من عشر مليون مواطن وعشر مليون بطاقة تموينية بما يوازي تقريباً خمسين في المية من البطاقة التموينية الموجودة لدى وزارة التموين يستطيع ان هو يتلقى هذه الخدمة من خلال ايما مكتب التموين عادي او من خلال موقع ادارة دعم مصر باستخدام اي وسيلة متوصلة بالانترنت سواء كان موبايل او تابلت او كمبيوتر او اما هلين اللي مداروش يستعاملوا مع هذه التكنولوجيا فعلى الاقل احنا لزلنا الزحام لما يزيد عن 40% فممكن ان هو يتحرك ويروح مكتب التموين زي ما وضحت لحدتك اعتباراً من بأبدايات شهر سبعة ان شاء الله حيكون انتهينا تماماً من جميع اعمال مشروع ادارة البطاقات او منظومة ادارة البطاقات من خلال مكاتب التموين ستعود تاني الحياة لها في مكاتب التموين مع الاخذ في الاعتبار ان المواطنين اللي حيقدموا على نسجير ارقام موبايل من دلوقتي لغاية شهر سبعة حينضموا الى العشرة مليون اللي يقدروا يستخدموا البرتل في عمل جميع الخدمات اللي هم بيطلبوها من وزارة التموين طيب بس انا عايز اأكد مع حضرتك كمان عشان الناس بتسأل انه هل العدد قل فعلاً في البطاقات بعد الحزف ولا الوزارة كان هدفها الزيادة للمستحقين دي نقطة النقطة التانية هل بالفعل تم القضاء بالشكل نهائي نهائي على فكرة ان احنا يكون مثلاً عندنا في قاعدة البيانات ولا متوفي ولا مقرر ولا اسم غلط حتى ولا رقم يعني قومي غلط او اكد لحضرتك ان احنا ما عندناش في قاعدة بيانات التموين لا متوفي ولا مكرر ولا اسم غير مطابق للاسم في الاحوال ولا رقم قومي خاطئ نهائياً قاعدة البيانات النهاردة عليها ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين لو نرجع قبل عملية التنقية كان عليها حوالي 20 مليون بطاقة فقط طب العدد الزيادة ده انا بقول تنقية وبقول زيادة التنقية الزيادة دي نتكت عن مجموعة من الاسر التي كانت خارج نطاق مزالة التموين دخلت بما يزيد عن 50 الف اسر دخلوا زيادة وده الاسر الاولى بالرعاية العمالة المؤقتة دخل منها حوالي برد 150 الف الفصل الاجتماعي الاسر اللي كانت الاسر المركبة قد تصل الى الجيل الثاني والثالث اصباح دلوقتي الاسر بقى ميسر لها تعمل الفصل الاجتماعي والفصل الاجتماعي النهاردة عندنا كمية كبيرة جدا يمكن اكتر من مليون بطاقة اصدرت على الفصل الاجتماعي كل ده بمنتهى لطقة وبدون اي تكرار اللي تم وتم رصده فعلا احنا بنتم حوالي اكتر من 10 مليون فرد وهمي تم ازالتهم بشكل ممنهج خلال الفترة من 1-1-2018 وحتى بدايات 2019 كان واحد كان يعني مستفيد بالدعم وغير مستحق بعد المي كندي نقطة والنقطة الاخرى يعني موضوع ربط رقم هاتف كل مواطن ببطاقته وتسجيلها على موقع الوزارة ايه نسبة الاستجابة؟ حابدة بالسؤال الثاني زي ما وضحت لحضرتك ان البطاقة مطلوب بها يعني رقم تلفون واحد بس اما رب الاسرة او احد المستفيدين المسجلين النشطين على البطاقة وزي ما قلت الحضرتك احنا عندنا حوالي 23 مليون او ما يقرب من 23 مليون بطاقة ما يزيد عن 10 مليون مواطن سجل بنجاح يعني بنجاح ان انا وفقت انه رقمه فعلا وعملت اه يعني انا فعلا تأكدت انه هو مطابق ورقم ده مسجل في احد شركات المحمول باسمه طيب بالنسبة للي مش هيسجل يا فندم ما هيحصل ايه؟ ارجو زكريم السؤال الاولاني اه اللي هو حدقت تقريبا اللي مش هيسجل لن يستفيد من الحزم اللي هتنزل الالكترونية او الخدمات اللي هتقدم من بعض ولكن هيحق له لاستخدام مكاتب التموين طيب من حيطار ينزل من بيته يروح مكتب التموين ويتعامل مع مكتب التموين تمام واعتقد ان دي الناس ببورده هتكون كبيرة الناس كثيرة جدا هتعمل كده الفترة اللي جاي اكتر من 50% او الفترة اللي جاي اطبعا اكتر من 50% طبعا كل ما نزود الخدمات بتاعتنا كل ما هيزيد الاقبال كل ما هتزوده الخدمات كل ما الاقبال هيزيد طبعا ده يعني ده شيء مفروغ منه وفكرة كمان انه ناس كثيرة جدا لحد دلوقتي برضه لسه مش عارفة يعني ما بتستخدمش الانترنت بالاخص اللي عندهم بطاقات التموين مش بيستخدموا الانترنت اعتقد صعب يا فندم يعني لسبب لان النهاردة الاسرة المصرية كلها يعني انا هنا مش بتكلم على بطاقة فرض انا بتكلم على بطاقة اسرة اكيد في حد في المدارس وحاديك عارفة دلوقتي ان المدارس كلها بتستخدم التابلت ودلوقتي تحولنا الى دولة رقمية فاكيد في الاسرة في واحد او على الاقل ما كانش فممكن ان هو يتحرك في اتجاه يعني زي سايبر زي ما انا كده ما بحاب بارفع عادية بروح لمحامي او بتعب بروح لطبيب فممكن برضو لو حبتها تستعين فعاستعين بناس متخصصين في السايبر ما عنديش كل الامكانيات دي اه يشرفنا في كاتب الخدمة وبرضو احنا بازلنا شغل منقود كبير في مكاتل الخدمة اصبحت مطورة اقل مكتب خدمة مطورة النهاردة فيه اربع شبابيك وقد تصل الى خمستاشر او ستاشر شباك اشبه بنظام البنوك انه هو بياخد دور وبياخد رقم على التيلر وبيتقدم له الخدمة كاملة فيه جو معقم تماما اه ولكن برضو بعض الناس بتتساءل طيب بالنسبة للقرى بالنسبة للنجوع واجه قبلي بحدي واجه قبلي تحديدا يعني بعض الناس هناك اهلين اللي هناك ولا هيعرفوا يروحوا سايبر ولا هيعرفوا يستخدموا الانترنت رغم ان هو يعني الانترنت في الوقت الحالي مفيد بشكل كبير جدا ويحميه من حاجات كتير ولكن انا بسأل السؤال ده عشان هما دايما يسألوا طب احنا ممنعرفش امهاتنا اهلين اللي هناك يعني ملهمش قوي في استخدام الانترنت الحديث فهنا هيتطروا طبعا زي ما حالك قلت ان هما يروحوا بنفسهم عشان خاطر ان هما يعني هيروحوا مكاتب خدمة مطورة مكاتب خدمة مطورة المكاتب الخدمة المطورة منتشرة في جميع انحاء الجمهورية بلا استثناء وفي خلال اقال من سنتين هيبقى مفيش عندي مكتب تموين تقليدي كلها مطورة حتى المكاتب التقليدية اللي موجودة دلوقتي مرتبطة بالانترنت فيها خطوط انترنت انا متعقد عليها كوزارة وفيها موظفين مدربين والبرنامج نازل عندهم وان كان برضو اسمحيلي اه يعني انا ليتحفظ صغير لوجهة نظر حضرتك انا بقى اراهن ان الشعب المصري بالكامل يستطيع الدخول على النت لان انا تاني بقول ان هو مش فرض دي اسرة فالاسر اهلين في الصعيد وفي مناحي مصري بالكامل هما على الاقل عندهم فرض يستطيع الدخول ومع ذلك مكاتب التموين مفتوحة لهم وبترحب بيهم انا كل انا بعمله كده ان انا على اقل بخف الضغط على المكاتب دي طيب هي دي طبعا مش وجهة نظر حضرتك يا دكتور باسل التوضيح احنا بنرد على يعني الناس اللي بتسائل انه في صعوبة في استخدام وسائل ومواقع التواصل المكتلفة والانترنت بشكل عام فاحنا فقط بنرد على الناس وفي نفس الوقت احنا كمان بنطمنهم عشان كده طبعا حداك معنا تطمنهم وتأكد ليهم كمان ان كل حاجة ميسارة طيب عايزيبا نتكلم في نقطة بطاقات التموين الجديدة لمستحقية تكافل وكرامة واهمية كمان المحول الحكومي الرقمي اللي بيتيح تبادل المعلومات مع الجهات الاخرى نقطة في غاية الاهمية لان احنا كان حتى يعني بدايات العام 2020 كنا بنعتمد ان المواطن هو اللي بيتقدم للجهات الحكومية واخص بالذكر وزارة التموين للتقديم على طلب استخراك بطاقة لمشروع تكافل وكرامة او العمال الموسمية او 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 لا تتعلق بحاجة مش هتك اكتر من نقم القاوم بتاع حضرتك بالتعاون الوسيق ما بين او المسمر كمان ما بين وزارة التضامن ووزارة التموين خدنا جميع مستحق تكافل وكرامة على مستوى الدولة وعملنا مقارنة ما بينها وما بين مستحق التموين لقينا عدد كبير من اهلنا ياخد تكافل وكرامة ويحق لها اصدار بطاقة تموينية وللأسف هو ما يعرفش او لسبب او اخر ما عندوش بطاقة تحركت وزارة التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية ووزارة الاتصالات وطبعا وزارة التضامن واسترنا حتى الان اكتر من خمسين الف بطاقة تم توزيعها بالفعل من خلال وزارة التضامن على السادة المواطنين وجاري الانتهاء من عدد اخر تحت الفحص كذلك العمالة الموسمية اللي تفضلت بالتقدم الى المنحة بسبب جائحة كورونا تم فحصها بالكامل واي حد من اهلنا اللي طبق عليه شروط المنحة لقناه ان هو مش موجود في بطاقة التموين تم اصدار له بطاقة التموين جديدة اذا اصبحت الوزارة هي اللي بتروح للمواطن مش المواطن اللي بيجي للوزارة وبرضو بالشيء يذكر المحاول الرقمي ده لما هننتهي منه وحنا بداه ده فعلا في برسعيد انا حدى للمشترك في البوابة الحكومية اتحلو جميع الخدمات المتاحة لي يعني من خلال الرقم القوي بتاع المواطن ومعرفتي بأسرته في الحالة دي بقوله والله انت الشروط تنطبق عليك مثلا ان انت تاخد شقة في مشروع سكن مصر ايوه او انت من حقك يطلع لك بطاقة التموين او انت من حقك وهاكذا طبعا انا بشكر حدتك على وجودك معينة وعلى كل هذه التفاصيل ومشروعات التحول الرقمي اجراءات الحصول على الخدمات التموينية والسلعية حدتك يعني قلتلنا ودتنا كده لمحة مفصلة عن الخدمات اللي هتعود على المواطن من التحول الرقمي وازاي كمان يقدم علشان خاطر يحصل على البطاقة الخاصة به دكتور عمر مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات شكرا لحديتك على وجودك معنا